السلام عليكم الشاهدين الكرام في فيديو الجديد في القناة قبل ان نبدأ الفيديو اول شيء اشكر جميع الناس للناس التي اشتركوا في القناة وكذلك جميع الناس التي تم تجليها تعليقات ممشجع اول شيء يجب عليها قبل ان نبدأ السلسلة الطروس يعني خصاً تعرفوا ما هو الصوروبان أولاً يعني تعريف الصوروبان وكذلك ما هي الفوائد ديالو وكذلك في هذا الفيديو رغم تعرفوا كذلك على لعبة من لعب تنمية الدكاء إذن ما هو الصوروبان إذن الصوروبان هو أحد مكونات تقاف اليابانية يعني أنه ينتشر في اليابان يعني انتشر كثيراً يعني أول انتشار ديالو كان في اليابان ولكن هو قدم إليها من الصين إذن الصين هي الأولى هي السباقة الصوروبان يعني أن اليابان هي التي أخذته عن الصين وذلك نتيجة الاحتلال يعني احتلال اليابان للصين يعني فوجتت عندها هذا البرنامج وأخذت ذلك البرنامج وتتطورته إلى أن يصبح بالشكل الذي هو عليه الآن إذن لماذا؟ لأن اليابان كما قلنا احتلت الصين وأخذت منها هذا يعني هذا البرنامج وقامت بتطويره إلى أن أصبح في الشكل الذي عليه الآن ومن بعد ذلك يعني انتشر في آسيا وكذلك يعني في دول العالم في دول العالم ويعني منذ سنة 1932 يعني سنة 1932 يعني بدأ في الانتشار في العالم بالشكل الذي هو عليه الآن إذن هذا هو التعريف ديال برنامج صوروبان الآن غنتقل الفوائد فوائد الصوروبان يعني هذا البرنامج ما هي فوائده يعني هذا البرنامج الذي قيل عنه الكثير وعطار ضجة يعني في تنمية التكاؤف تنمية القدرات يعني العقلية إذن بغينا نعرفه أشنا هي الفوائد ديالو يعني من بين الفوائد ديالو يعني الفوائده كثيرة يعني أنا سأعتفقد أمثلة عن هذه الفوائد إذن من بين الفوائد ديالو هي تعزيز الثقة بالنفس يعني كيف كيف أن الصوروبان يعزي الثقة في النفس يعني أن الطفل عندما يقوم بمجموعة من العمليات الحسابية المتتالية ويقوم بها يعني بشكل صحيح يعني تزيد ثقته بنفسه يعني تزيد لديه الثقة بالنفس كذلك من بين يعني الفوائد ديالو الصوروبان هي أنه ينمي في الطفل ملكات الصبر والتركيز يعني أن الصوروبان ينمي عند الطفل ملكة الصبر والتركيز كيف يعني أن الطفل يركز في العملية يركز كذلك في الأرقام ديال العملية يركز كذلك في القواعد التي سيستعملها لكي ينجز تلك العملية كذلك من بين الفوائد الصروبان أنه ينمي عند الطفل الحساب الدهني يعني سرعة الحساب الدهني السريع يعني كيف؟ يعني أننا نجد في المدارس والأطفال تنقص عندهم هذه المسألة وهي الحساب الدهني السريع يعني تجد مثلا طفل لكي ينجز عملية حسابية يعني يستغل وقتا كثيرا لكي يجيب على هذه العملية وتجده يستعمل الأصابع تجده يستعمل خشيبات تجده كذلك ويستعمل تلك العوارض التي يرسموها في الدفتر أو على الصبورة لكي ينجز يعني هذه العملية لهذا فإن برنامج الصروبان يعني ينمي عند الطفل هذا المقطع ديال الحساب الدهني السريع يعني ينجز عمليات يعني بسرعة إذن من بين كذلك فوائد الصروبان أنه يزيد أو ينمي الدكاء عند الطفل يعني أنه ينمي الدكاء عند الطفل كذلك أن الطفل يعني من بين كذلك الفوائد دياله أن الطفل يعني يقرأ ويمثل أعداد كبيرة بكل سهولة يعني أنه يقرأ العدد ثم يمثله على المعداد يعني بسرعة يعني بسرعة كذلك من بين الفوائد يعني ديال الصروبان أنه يعني يزيد من يعني من استخدام الشق الأيمن يعني نعرف بأن الدماغ ينقسم إلى قسمين شق أيصر وشق أيمن وأغلب الناس يستعملون الشق الأيصر فقط والشق الأيمن يعني لا يستخدمونه يعني صروبان فهو يزيد وينمي استخدام هذا الشق الأيمن اللي هو متخصص في التخيل متخصص في يعني في تنمية الدكاء عند الطفل يعني كما يقول وهذا الشق وهو فيه قدرات هائلة ديال الدكاء ولهذا فإن الصروبان يعني هذا هو الضور ديال الصروبان وهو يعني زيادة يعني استخدام الشق الأيمن من الدماغ كما قال إنشتاين فإن أفضل طريقة لتنشيط الدماغ هي الحساب أفضل طريقة لتنشيط الدماغ هي الحساب يعني هذا ما اشتغل عليه اليابانيون يعني أنهم اشتغلوا على الحساب لتنمية الدكاء يعني أقول بأن اليابانيين لديهم عقل خارق يستخدمونه يعني يصنعون آلات يصنعون طائرات وهذا ولكن يعني هم استغلوا على تنمية عقولهم وتنمية دكائهم يعني رأي الإنسان رأي كما كان يولد على فطرة يعني الإنسان على فطرة يعني لا يعرف أي شيء ولكن استخدام هذا العقل هو الذي يؤدي إلى تطويره وزيادة دكائه إذن بعد ما تعرفنا على يعني تعريف الصوربان وكذلك فوائده الآن سنأتي إلى المعداد يعني الآلة التي نستعملها في الصوربان بالنسبة لهذا الآلة هي المعداد كما ترون كما قلت لكم في أول فيديو فإن المعداد يعني إن مجموعة من المعدادات لدينا البلاستيكي لدينا الخشبي ولدينا كذلك هذا بالنسبة للمعلم كذلك كين في هذا الحجم وكين حجم أكبر منه بالنسبة لمعداد في المعداد لدينا إطار يتكون من إطار يتكون كذلك من عارضة فاصلة عارضة فاصلة لماذا تسمى عارضة فاصلة؟ لأن هنا هذه تسمى خارزات لدينا هنا خارزات سفلية لدينا أربعة هنا لدينا واحدة هذه تسمى خارزات علوية لذلك فهذه تسمى عارضة فاصلة لماذا؟ لأنها تفصل بين الخارزات السفلية والخارزات علوية إذن قلنا لدينا إطار لدينا عارضة فاصلة لدينا الخارزات السفلية والخارزات العلوية ولدينا حامل الخارزات هذا هو المعداد الذي نستخدمه في الصوربان هناك معداد آخر تكون هنا خمس خارزات وهنا خارزتين يعني اثنان ولكن هذا المعداد لا يستخدم في الصوربان الصوربان هذا هو المعداد الضروري والذي سنستغل عليه يعني وبالممارسة قوة ما أن الطفل ينجز عمليات كثيرة بالمعداد يعني اليوم بعد اليوم بعد يوم بعد يوم يعني تأتي واحد الفترة فإنه يستغني يعني المعداد يستغني عن المعداد ويصل بإذن الله إلى مرحلة تسمى مرحلة تخيل يعني مرحلة تخيل يعني عملية ينجزها يعني بطريقة سهلة بدون بدون معداد يدعو هاد المرحلة إن شاء الله يلي كنتمنى باش أنه يصلوا لها الأطفال أو التلاميذ يعني اللي كيتفرجوا في هاد الفيديوهات وهذا هو الهدف من هاد الفيديوهات هو أننا سوف نصلون إلى هذه المرحلة إن شاء الله وكرتمنى أننا نصلوا إلى هذه المرحلة بإنجاز يعني مجموعة ديالتمرين وكذلك مشموعة ديالتطبيقات إن شاء الله سأعطيها لكم يعني التطبيقات تكون إما في الهاتف وكذلك على الكمبيوتر في PC هناك مجموعة في الفيديو ان شاء الله القادم اعطيكم واحد للتطبيق على الكمبيوتر يعني يساعد في العمليات تلك الصروبان وفي تمتيل الاعداد ان شاء الله الفيديو القادم اذا ان تعرفنا الآن على ما هو الصروبان تعرفنا كذلك على المعدات اذا هذا هو ما سنتعرف عليه اليوم بالنسبة للصروبان تعرفنا اشنا هو الصروبان وكذلك على المعدات الآن سنتقل الى اللعبة اللعبة التي سنتعرف عليها اليوم هي لعبة صراحة جميلة ولعبة شيقة هي هذه اللعبة تسمى لعبة التانغرام هذه اللعبة هي لعبة التانغرام هي لعبة صينية قديمة عمرها يزيد عن 1000 سنة وهذه اللعبة كما ترون تتكون من خمس متلاتات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة متلاتات كذلك لدينا مربع واحد ولدينا متوازي اضلع واحد هذه اللعبة اصلا قبل ما ان الطفل كيلعب بها هي اول حاجة كيتعرف بها على الاشكال ما معنى المتلت ما معنى المربع وما معنى متوازي الاضلع كي تعرف مني على الطفل هذه اللعبة أولا هي الاسماء دي الاشكال تاني حاجة كدمة كنت تعرف على الطفل في هذه اللعبة هذي هم الألوان كما ترون يعني الطفل يعني أي حاجة فيها الألوان فإنها تتير الأطفال يعني هذه مفروق منها أي حاجة فيها الألوان فإنها تتير الأطفال إذن أحمر بنيفساجي أصفار برتقالي أخضر أزرق ما هذه يعني ألوان يعني متيرة يعني تتير الأطفال إذن هذه أول حاجة كنت تعرفوا عليها بهذه اللعبة وبهذه اللعبة هذه يمكن أن نصنع منها مجموعة من الأشكال طيور بيوت حيوانات اشكال اخرى عدد لا متناهي من الاشكال وفي اخر الفيديو انشاء الله سنترك لكم مجموع عدية الصور التي يمكنوا ان نصنعها من هذه اللعبة وكذلك خلف اللعبة خلف اللعبة هناك واحد الورقة في هالمجموعة الاشكال يمكن ان يمكن ان الطفل يتبعه ويركب هذه الأشكال ويركب هذه الأشكال إذن وهذه اللعبة يتهين عندها مجموعة الأهداف من الأهداف ديالها أولا أنها تساعد الإبداع عند الطفل وكذلك الإبتكار وتساعد على التركيز ما معنى التركيز يعني أن الطفل يشاهد هذه اللعبة ويركز يعني أن يركب مثل هذه اللعبة هذه اللعبة كذلك يعني تفيده في التعرف على الإحداثيات وعلى يعني الأشكال يعني بطريقة ملموسة يعني أنه يلمس الشكل يعني عوض ما نعطيه الأطفال دي لنا يعني مثلا الهاتف أو مثلا طابلات أو أي شيء من هذا القابل يعني من أفضل نعطيه لعبة يعني تزيده من دكائه ومن التركيز لديه إذن هذا هو أهدف دي اللعبة دي اللعبة يعني مثلا أو لعبة يمكن أن أول شكل يمكن أن نصنع بهذه اللعبة هي مثلا أنا نفرغ اللعبة مثلا ونطلب من الطفل أن يعيد الأشكال كما كانت هذي أصعب حاجة يعني سنرجعوا للعبة كيفما كانت يعني آنك ترجع اللعبة كيف كانت راه صعبة 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 إذن هذي اللعبة وكذلك يمكن أن نلعب بها مثلا يعني مثلا الطفل مثلا نختار هاد لهذا الشكل يعني هو مثلا ربما قد مثلا بهذا الطريقة نأخذ هاد المثلت بهذا الطريقة المثلت الكبير حتى هو بهذه الطريقة كما ترون لدينا هذا المثلت سنضعه هنا سنضع هاد المثلت هنا لاحظوا بعدها سنضع هاد 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 هنا ربما بالطريقة أنا كذلك سألعب أنا سأركز كذلك سنضع هاده اللعبة كذلك ربما هاده هاده هنا لا أنا أخطأت لا أخطأت ها هكذا هذه قطة خطة جارسة هاد المثلت هنا سأضعها هنا هاد سأضع هاده وبهذه الطريقة وهاد المتواز الأضلع هنا كما تلاحظون لدينا هنا مجموعة مجموعة من الأشكال مجموعة كما ترون مجموعة من الأشكال التي يمكن أن نصنعها وكما قلت لكم لدينا هذه الأشكال ولدينا أشكال أخرى سأتركها لكم في آخر الفيديو لكي تروا الأشكال التي سنصنعها لأن يمكن أن نصنعها أزهار يمكن أن نصنعها مجموعة مجموعة من الأشكال إذن في آخر الفيديو سأترك لكم صورا للأشكال التي يمكن أن نصنعها إذن كما رأيتم في هذا الفيديو تعرفنا على صروبان تعرفنا على معناه يعني التعريف دياله كذلك على المعدات وعلى اللعبة إذن إلى فيديو قادم إن شاء الله أستودعكم الله وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر